طيب حسام 39 سنة ما تعفيني من حسام ليه؟ لأن أنا مش لاقي كلام أقوله له حسام لا أرود أصلاً والله بصدق مش لاقي كلام أقوله له حسام لسبب أقولك يعني في عجانة كده صعب إن الأب والإبن يكون فيهم متعلق يعني بينهم متعلق شوية وصعب إن الأب يقوم مقام التعويض في كل شيء قاله كان أب وقوم فيملك على الولد كل حياته ويملك على الولد كل شؤون نفسه فالولد مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من وعظ الناس يقف عقله في لحظة لا يستوعب فقدان أبيه ولذلك زوجتي كانت اليومين اللي فاتوا زعلان على أبوها فأنا عملا يعني أقول له يعني أبوك مات والدنيا تؤف وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات والدنيا وبعدين بصيت كده في لحظة إذا تخيلت أنا النبي فقدت فأعوذ لدعوتي السجودي دائما اللهم اجعل يومي يسبق يوم أبشي لأنني لا أتصور أنا بقول أنا يا جماعة حب في قلبي والله حب في قلبي لا أتصور مش قلنا من يدعيش بدعاء غير خير لا أتصور أن يجمعني لا أتصور أن يجمعني الله في هذه الدنيا لحظة بدون أبويا أسأل الله أن يأتي لعبها وأن يحصل لعملها وأن يبارك في صحتي تدعيش أنت هتخلين أنا اللي أقول لك تدعيش الدعوة دي هتئهر الراجل ما تئهروش والله على راسي عشان كده بقول لك يا حسام اصبر واحتسب هي الدنيا وهي سنة الله في خلقه وحزبي وحزبك عزاء الله لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون رحم الله أباك الكريم رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنات وجعله فيه عليين وجعل كلامك في ميزانه إلى يوم الدين أكرم بهذه النمازك الطيبة من نمازك يستنير بها الآباء الظالمين والآباء المعتدين وأكرم بحسام ليستنير به الأبناء المعتدين والأبناء الظالمين وتلك هي بركة البر في كل وقت وفي كل حين طيب أنا عندي تجربة والدي حبيبي ربنا يرحمه يغفر له توفى من عشر سنين أنا قعدت ست شهور ست شهور يوميا بعيط متواصل خلاص وكنت بطلع على الهوى وبلبسه وبتحكه بعمل بس يوميا بعيط ومش نسياه والغاية أول مبارح حضرت فرح حد يعني من قريبنا كان بيحب أبويا قوي فانهرت من العيات طول الفرح بعيط وأنا يعني مش المفروض الفكرة مش بيتنسوا هو بيقول هو قدامي لمدة شهر ومائة من شهر هيفضل قدامك طول العمر طبعا ودي حاجة كويس ما بيتنسوش خالص خالص إنما سنة الحياة و بس أنا عايز أقول لك حاجة هم لا ينسون لا ينسون بفضلهم وبكريم فعلهم لأن الإنسان دائما أليف الطبي الجميل فكم من أناس نسوا آباءهم ونسوا أمهاتهم وكم من أناس تذكروا أناسا ليسوا آباءهم ولا أمهاتهم صحيح يعني خد بالك أنا بقول لكل أب سمعني صحيح خد بالك مش معنى أن أنت حطت النطفة أن أنت بقيت سيف مصلت على رائبة ابنك لا ممكن الدعوة ما تبقى شليك وتبقى الدعوة لغيرك لمن رب ولمن أحسن ولمن أكرم ولمن كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى أنا بقول لك الكلام ده ليه علشان كل أم وكل أب لم يرزق بأولاد مش كده والله مش فيه ناس مرزق بأولاد لكن كفلت يتيما فأكرمتهم وأحسنت مش كده والله وأنا دائما أقول لما أجيب أبص في حياتي كده أقول يا أول كتش يجبهولي فلان الله يرحمه وأول ككولة الدهني فلان هدية وأول أم الدهني فلان هدية وأول جلبية الدهني فلان هدية هذه القابس فربما هذا العمل هو الذي ينجيه بين إيدي الله سبحانه وتعالى ويدخله الجنة إحنا وصلنا من نهاية فقرتنا مع خضرتك فضلت الشيخ أبو بكر حلقة دراما ما عرفش والله هي مش دراما أنا ما عملتش دراما لا عينتهم دمعة وتدعي دعاء مش المفروض تدعي كل مرة أقولك ما تدعيش كده زمان مراتك زعلينة وولدك زعلين وولدك زعلينين ما ينفعش يا رب إن شاء الله يا رب ما يستجبش للشيخ أبو بكر بجد أول حلقة تمنيت إنها تخلص بجد بسرعة لا أتصور إن بنت تمتد يدها على أمها صحيح لا أتصور إن بنت تسيء إلى أمها لا أتصور إن بنت يعلو صوتها فوق صوت أبي أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله لقد كنت أذهب إلى مشايخي أسأل ما حكمه أن صوتي يعلو على صوت أبي لحظة انفعال حرصا عليه وهو لا وهو يرفض الدواء كنت أخاف من هذا بينادي الله سبحانه وتعالى ربنا يقول لي إيه ولما ابني أنا بتنرفز علي أقول الله كما تدينه تدام فامرته تهون علي أقول لي أنت كنت بتتنرفز عشان ياخد الدواء عشان حريص علي أقول لا لا كما تدينه تدام والجزاء من جنس العمل أنا بقول لا أتصور هذا ولا أتصور أن في الدنيا بركة ونحن نفعل هذا نشكو غلاءا ونشكو ارتفاعا في الأسعار ونشكو وباءا ونشكو مرضا ونشكو 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 أي شكو بعد ما نسمع صحيح أي شكو بعد ضياعي من هم بركة الدنيا وزينتها وبهجتها والله ما تمنيت حلقة تخلص ويعني تقضى مثل هذه الحلقة غفر الله لك ولي المشاهدين الكرام نورتي يا شكرا أنا رأي الله واجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والإطمئنان شكرا لكم